إذن لا يزال ملف الأساتذة المتدربين يثير الكثير من الجدل في ظل إصرار المتدربين على مواصلة احتجاجاتهم ومقاطعة التكوين إلى حين تحقيق مطالبهم وفي ظل إصرار الحكومة على التمسك بقرارين يقضيان بفصل التكوين عن التوظيف مع خفض منح الأساتذة المتدربين وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة في الأستوديو الزميلة نجات بوتفسوت نجات مرحبا بك مرحبا بك حسام يعني وزارة التربية الوطنية تصدر مرسومين كان السبب في هذا الجدل وهذا الاحتقان الحاصل نجات كما قلت حسام هذا الملف أثار جدلا سياسيا وحقوقيا أدى أيضا إلى احتقان كبير في صفوف أساتذة الغد بضعة ألاف من الأساتذة المتدربين تم انتقاؤهم لغرض التكوين في المراكز الحمومية وبالتالي تأهيلهم للعمل في قطع تدريس ليجدوا أنفسهم أمام مرسومين صادق عليهم المجلس الحكومي الأول يقضي بفصل التوظيف عن التكوين في شأن النظام الأساسي الخاص بموظف وزارة التربية الوطنية والثاني يقلص المنحة الشهرية للمتدربين إلى حدود النصف إجراء تعتبره الحكومة أداة لتوسيع دائرة التكوين وتأكيد مبدأ الاستقاق أما الطلب فيعتبرونه أمرا مجحفا في حقهم وتراجحا عن مكتسبتهم والأساتذة المتدربون نجات لجأوا إلى لغات الاحتجاج وتنظيم مسيرات ضد الإجراء الحكومي هل من توضيحات في هذا الشهر؟ بالتأكيد في غياب تسوية مرضية هذه المسألة دفعت الأساتذة لرفع أصواتهم عاليا في شوارع المملكة للضغط على الحكومة المتشبثة بالمرسومين قام الأساتذة المتدربين في المراكز الشهوية لمهن التربية والتكوين بمقاطعة الدراسة والخروج إلى الشارع للاحتجاج على المرسومين والمطالبة بإسقاطهما فأحد المرسومين ينص على مباراة جديدة للتوظيف تشترط نسبة في حدد المناصب الواردة في قانون المالية من دون الاحتكان إلى محيار التفوق كشرط للتوظيف الاحتجاج السلمي للطلب قوبل بتدخل أمني احتبره الغاضبون من طريقة فضي الاحتجاج تدخلا مفرطا في القوة أدى إلى حدوث إصابات عديدة في صفوف طلب المحتجين فيما ردت الداخلية المغربية بالقول إن تدخل القوات العمومية كان مؤطرا بالقانون المعمول به في الوسيرة غير المرخص لها وإن التدخل لم يؤدي إلا إلى إصابات خفيفة ناتج عن التدفع مشيرة إلى فتح تحقيق في حالة محتجة مصابة تنقلت صورها وسائل الإعلام ماذا عن رد الحكومة الآن نجاة؟ هل لقت هذه المطالب أذانا صغية؟ حسام هناك إشكال قانوني واضح في هذه المسألة ستكون هذا الملف الذي ستكون له تداعيات على القطاع التعليمي مطالب أساتدة الغذ لم تتلقى آذانا صاغية لدى الحكومة الأخيرة خرجت عن صمتها لتقول إن من يحتجون اليوم كانوا على علم مسبق بشروط القانونية الجديدة للالتحاق وفي مقدمتها فصل التكوين عن التوظيف وخفض الملحة الحكومة قالت أيضا إنها اختارت رفع عدد المستفيدين من التكوين فوق ما يسمح به قانون المالكة لتوسيع دائرة المكونين وهو ما تطلب غلفا ماليا بلغ مئة وعشرة ملايين درهم إضافية للإشارة فإن مراكز التكوين تحتضن حانيا عشرة آلاف متدرب فيما ينص قانون المالكة على سبعة آلاف منصب مالي فقط مما يؤدي عمليا إلى إقصاء ثلاثة آلاف أستاذ متدرف من التوظيف المباشر هذه السنة وبعد لغة الاحتجاج نجات كانت هناك لغة الحوار التي أيضا لم تؤدي إلى نتائج فيما يتعلق بالاتفاق بالتأكيد طيلة المفاوضات هناك تبين واضح لوجهة النظر بين الحكومة وتمتيلية الأساتذة المتدربين الحكومة المصرة على الإبقاء على المرسومين لم ترغب في بداية الأمر في الدخول في حوار مع الأساتذة المتدربين المحتجين غير أن موقفها بدأ يعرف طريقه إلى تغييره عندما اجتمعت مع تمثيليات نقابية للحديث عن الموضوع قبل أن تشرع في جولات حوار مع تنسيقية أساتذة الغد وصلت إلى باب المسدود الحكومة عرضت توظيف الدفعة الحالية على مرحلتين وهو أمر رفضه من جديد الأساتذة المتمسكون بالتوظيف دفعة واحدة حتى بعد لقائهم الأخي برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في منزله بن ربط حسن وستكشف لنا الأيام المقبلة عن ما ستأول إليه هذه القضية وهذه الأزمة بخصوص الأساتذة المتدربين شكرا جزيلا لك زميلتي نجاة بوتفسوت على كل هذه التوضيحات شكرا لك حسن